السلام عليكم في دكتور اسمه موارتن سيليجمن وهو واحد من مؤسسي علم النفس الإيجابي ليه مقولة شهيرة جدا بتقول treatment is not just fixing what's wrong it's all about building what's right يعني العلاج مش بس ان احنا نصلح الحاجات الغلطة اللي احنا بنعملها لكن كمان ان احنا نبني الحاجات الصحة بس احنا النهاردة هنخلينا في النص الاولاني بتاع fixing what's wrong ان احنا نصلح الحاجات الغلطة اللي بنعملها والنهاردة هنتكلم على عشر مفسدات للروحة النفسية نبطلهم الاول كده حادتك نعمل ايه بقى نبقى نبني what's right ده على مهلنا ان شاء الله مستعد يلا بينا نبدأ رقم واحد نسيان الحمد الحياة مليانة فرص كتير قوي مليانة متعة كتير قوي مليانة نعم كتير قوي اكيد مش كل النعم وش كل الفرص دي هتجي لك واكيد هيبقى في حاجات كتير قوي نفسك فيها بس مش هتحصل لك او مش هتلاقيها او مش هتعرف تجيبها والانسان اللي بينسى الحمد ده بيفضل طول الوقت متقدر ومخنوق ومتدايق عشان مركز بس على اللي فاته وناسي النعم الكتير قوي اللي ربنا ادهيه رقم اتنين مصاحبة اهل النكد ودي مش دعوة خالص ان انت تبقى نادل مع صحابك وانك متبقاش جدع هي دعوة لان انت تختار اصلا صحابك كويس فيه ناس عادي عايشين حياتهم وفي اوقات بيبقوا منكدين وزعلانين ومفروض فعلا نقف جنبهم ونساعدهم ونسمعهم ونحتضنهم ولكن فيه ناس هم طول الوقت منكدين هم طول الوقت زعلانين فيه ناس عندهم ادمان للدراما ادمان للحاجة الوحيدة اللي بتخليهم يحصلوا على الاهتمام من الاخرين فهو اصلا شغلته في الحياة اللي بيملى بيها نفسه انه هو يفضل متدايق وبيشتكي وزعلان ومنكد والناس كلها تقعد طب طب عليه لما تشوف حد من الشخصيات دي ما تتحولش ان انت تبقى مود من دور الانقاذ عشان تساعده باستمرار وانت طول الوقت المتبطباتي الكبير لان في الاخر انكد بتاعه ده معدي وانت كمان بتبتدي تتأثر بعض فترة اخب بالك ما تبقاش انت عملت رقم واحد ونسيت الحمد وصاحبت لي كمان واحد ناس الحمد فتعملولنا كومب وبؤس ما حصلش رقم ثلاثة متابعة الناس والنظر في حياتهم اللي احنا بنعمل اليومين دول تحت شعار فلو سواء فلو الناس مشهير فلو لاصحابك فلو الناس كنت معاهم في علاقة وبعد كده سبتوا بعض ودلوقتي عملت تابعهم وتبصوا في حياتهم في كل حتة النظر ده النظر في حياة الناس مش هقولك ما تقرنش وما تحكتش وما تحسيتش انا بقولك اصلا ما تبصش لان القرآن الله سبحانه وتعالى امرنا قال لنا ايه لا تمدلنا عينيك الامر في ان انت ما تبصش مش امر انك ما تحكتش وما تقرنش للحقيقة المقارنات يعني مش بتضروري يحصل حقا ولكن المقارنات بتحصل كده كده سواء بوعي او لا وعي وده scientificly proven رقم اربعة قطرة العتاب وترك التغافل ان احنا نبقى بنعاتب وباللوم كتير وننسى الناس اللي احنا بنحبوهم رصدهم من التغافل حاجات اللي المفروض نعديها ولو عايز تحرف تفصيل اكتر في نقطة اللوم والعتاب في حلقة كاملة من الاستراحة حطلك اللينك بتاعها اسمها اللوم versus العتاب الايجابية الفرغة اقتاشر الفترة اللي فاتت دي من الانسان لازم يبقى positive وفكت اليوميكت وتفضل طول الوقت بتشون انت حلو ومبسوط حتى لو انت مخنوق ومتداي وزعلان ما تظهرش ده ما تبقينش ده ويمعد ن suppress the emotions او نكتب المشاعر بتاعتنا بتاعت الحزن والغضب والزنب ومشاعر اللي ربنا خلقها ومفوط تاخد مساحتها الايجابية الفرغة دي او الايجابية السطحية او الايجابية اللي بتصدر على المواقع التواصل الاجتماعي انا اطلق عليها ايجابية فرغة لانها بتسبب اسقاط الشخص مع الوقت انت انسان من حقك تزعل من حقك تعيط من حقك تغضب من حقك تحس باي شعور في الدنيا سواء انت بتسمي الشعور ده شعور سلبي او شعور ايجابي فما ينفعش ابدا تحرم نفسك من حقك في انك تحس بالمشاعر الانسانية والادمية دي لمجرد الشعار بتاع انا لازم اكون ايجابي انا لازم اكون قوي ستة حب الناس الغلط انك تستثمر مشاعرك ومجهودك في علاقات غير صحية في علاقات مش كويسة مع ناس غلط سواء شركاء حياة او اصحاب او اي حد العلاقات اللي في الحياة بتاعت الانسان من اهم الحاجات اللي بتقصع صحته النفسية فاختار يا ابن الناس دول كويس عشان ما تنكتش علي او عليك سبعة الادمان ادمان اي حاجة مخدرات سجاير اباحية موبايلات سوشيال ميديا جيمز اي ادمان في الدنيا هو مضر بصحتك النفسية وبيؤذيك نفسيا تمانية التخطيط الزائد وانتظار الضمانات الحياة بتحتاج كتير قوي انك تكتهد وتسعى وتحسب الحزبتين وتستخير وتنط تعمل حاجة بتقال عليها قليب وفيف نطة بتاعت ايمان لازم تخش وتتحرك ما تفضلتش واقف مكانك عملت خطت وتقول انا مستني الخطة اللي هحطها اللي هتضمن لي النجاح اللي هتضمن لي ان انا تقبل في الوظيفة اللي هتضمن لي ان انا اطلع الاول الحياة ما بيجيش بضمانات وكتر الحسابات بعض الاحيان بيبقى ضد الانسان وضد الانتاجية احيان كتير قوي بتحتاج تجري وانت ماشي تجري وانت بتحسب تجري وانت بتخطط ما تفضلش واقف العمر كله بتحسب من غير ما تتحرك تسعة البرفكشنزم او المثالية او زي ما دكتور عبد الرحمن ذاكر بيقول وهم الكمال انك تنتظر من نفسك انك كل حاجة تعملها تكون عشرة من عشرة ان كل حاجة تبقى بالصمتي ان كل حاجة تبقى بالمسطرة مفيش انسان كامل ومفيش انسان يقدر يوصل للكمال فخليك دايما بتجري ورا التطور ورا التحسن ورا ان انت تطلع احسن ما عندك مش ان انت تحصل على نتائج ركز على مجهودك وعلى سعيك ما تبصش على نتائج مثالية ولا تنتظر نتائج مثالية رقم عشرة خليتها اخر واحدة عشان هي اهم حاجة حابب انها تنتهي معاك وتخليها في ودنك وانت ماشي الصلاة والقرآن الحاكتين دول انت لو سبتهم هتبقى عامل بالضبط زي اللي قاعد في قوضة قوضة دي ما فشلة بيك ولا فيها باب ولا فيها اي فتحة تهوية فمهما القوضة دي وسعت ومهما القوضة دي بقى فيها حاجات غالية ومهما بقى فيها متعة ومهما بقى فيها اي حاجة هتفضل طول الوقت حاسس بضيق وحاسس بعدم راحة نفسية وحاسس انك مخنوق فاوعى تفرد في الصلاة واوعى تفرد في القرآن وبكده كونش ركتك عشر مفسدات للراحة النفسية لو الفيديو دي عاجبك متنساش تعمل لنا لايك لاف اي حاجة انت بتحبها ومتنساش تكتب لنا في الكومنتات اكتر واحدة اثرت فيك او حاسس ان انت حابب تغيرها ويا سلام لو عندك افكار تانية ممكن تزاود لنا لعشرة دول يبقوا مية ومتنساش لو حابب تدعم القناة وتتبعنا اعمل لنا لايك على فيسبوك وصي فرست او سبسكرايب على يوتيوب وفعل الجرس في المكانين ولا حابب تدعم القناة مالدي ممكن تتعمل على بيتيون ونشوفك على خير ان شاء الله السلام علي اشتركوا في القناة